السلام عليكم متابعين قناة مصطفى تيكنو أهلا ومرحبا فيكم اليوم في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة إنشاء حساب احترافي مثل هذا الحساب الخاص بي كما تلاحب هذا الحساب تم إنشاؤه بشكل احترافي تم تبديل إضافة زر المتابعة بزر إضافة صديق وهنا كما ترى وضعنا العديد من الروابط التي من خلالها يمكن لأي شخص على الفيسبوك أن يتواصل معنا بكل سهولة ولكن قبل أن نبدأ الشرح لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد أول شيء نقوم به هو الذهاب إلى جوجل بلاي هنا نضغط على هذه الخانة ثم نكتب فيسبوك كما تلاحظ هنا ظهر معي تطبيق فيسبوك وبعد أن نقوم بتحميل التطبيق نقوم بالضغط هنا على فتح هنا كما تلاحظ ظهرت معي هذه الواجهة لأنه يوجد لدي حساب فيسبوك وهنا طلب مني رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل باسمي على الفيسبوك وهنا كلمة المرور أنا سوف أقوم بحساب جديد أنت سوف تظهر معك هنا مرحبا بك في الفيسبوك هنا سوف نضغط إنشاء حساب وبعدها هنا نضيف الإسم وهنا نضيف الإسم الثاني بعدها نضغط التالي وبعد إدخال جميع المعلومات الخاصة بالتاريخ الإزدياد سوف نضغط هنا التالي وفي هذه الخانة ما جنسك يمكنك تغيير الأشخاص الذين يرون بيانات جنسك على ملفك الشخصي لاحقا هنا نختار أنا ذكر نختار ذكر وبعد أن تقوم بتحديد الجنس نضغط التالي في هذه الخانة يجب إدخل رقم هاتفك المحمول لكي يصلك رمز التأكيد وبعد إدخل رقم الهاتف نقوم هنا بالضغط على التالي في هذه الخانة يجب اختيار كلمة السر قوية وحفظها بشكل جيد لكي لا يتم فقدانها وبعد أن قمت بتحديد كلمة السر هنا نضغط التالي هنا سوف تظهر لك هذه الواجهة بالضغط على التسجيل فإنك توافق على شروط وسياسات البيانات وسياسات ملفات تعريف الارتباط ويمكنك أن تتلقى إشعارات عبر رسائل اسيميس من فيسبوك ويمكنك إلغاء تلقي هذه الإشعارات في أي وقت وسيستمر تحمل المعلومات من دفتر العنوين الخاص بك إلى فيسبوك حتى يمكننا اقتراح أصدقائك وتقديم إعلانات وتحسينها للآخرين وتقديم خدمة أفضل وهنا يمكنك أن توافق على البيانات وجميع الملفات وتعرف الارتباط الخاص بك وبالتالي مشاركتها مع فيسبوك أو يمكنك تفادي ذلك لكن لا تحصل على الكثير من المميزات هنا سوف نقبل بأي طريقة تسجيل هنا سوف يطلب منك حفظ كلمة المرور نضغط هنا على حفظ كلمة السر هنا في هذه الواجهة يذكرك برقم الهاتف وكذلك كلمة السر يجب إدخال هذه المعلومات في أي مرة تقوم فيها بتسجيل دخول على جهاز جديد هنا نضغط موافق هنا في هذه الواجهة سوف يرسل لك فيسبوك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله رمز التأكيد هنا وصلني رمز التأكيد سوف نقوم بتأكيد الآن وهو الآن يقوم بتأكيد الرمز على أساس أن رقم الهاتف الخاص به فهو حقيقي جدا ولست بروبوت هنا سوف نضيف الصورة أضف صورة ملف الشخص ليتمكن أصدقاء من العطور عليك هنا تحدد الصورة إما أن تقوم بالتكبير أو تصغير على مقياس الدائرة وبعد الانتهاء تقوم هنا بحفظ هنا طلب منا الفيسبوك على الأقل خمسة أصدقاء ليتمكن حسابك من الانتشار على منصة الفيسبوك هنا كما تلاحظ قمنا بإنشاء حساب فيسبوك بشكل احترافي سوف نضغط هنا على هذه الأيقونة لنقوم بإعداد الملف الشخصي وهنا نقوم بإضافة صورة الغلاف وبعد أن قمنا بإضافة صورة الغلاف كما تلاحظ هنا يمكنك إضافة إلى القصة هنا يمكنك التعديل على منفك الشخصي لتتمكن من إضافة روابط خاصة بك خارجي على فيسبوك سواء رقم الهاتف أو الإيميل أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى الخاصة بك هنا يمكنك إضافة جميع الروابط كما شرحت لكم في بداية هذا الفيديو والجميع من المميزات والآن سوف نرى كيف يظهر حسابنا للآخرين على فيسبوك سوف نضغط هنا على هذه النقاط وهنا عرض كما يظهر للآخرين كما تلاحظ بهذا الشكل يظهر حسابنا على منصة الفيسبوك هنا نريد أن نضيف زر المتابعة بدلا من إضافة صديق لكي لا أطيل عليكم في هذا الفيديو سوف تجد رابط الفيديو الشرح مفصل في صندوق الوصف شاهده الآن وسوف تقوم بتغيير إضافة صديق لكي لا يتكرر نفس الشرح بهذه الخطوات قمنا الآن بإنشاء حساب فيسبوك بشكل احترافي ومن خلال الهاتف ومن خلاله يمكنك التواصل مع جميع الأصدقاء بكل احترافية ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو لكي نقدم الجديد